بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم محمد رياض و E.R. Vatin Arabic وحنكمل الكلام بتاعنا إن شاء الله على تحليل الدم سلسلة تحليل الدم واللي بيتفرج على الحلقة دي أول مرة يتابعنا يعني يريد يتابع من أول سلسلة تحليل الدم هي سلسلة فيريد ناخد السلسلة من أولها عشان حتسهل علينا إن شاء الله المذاكرة وحتسهل علينا التفكير بصفة عامة المرة اللي فاتت إحنا تكلمنا على الكني تاستنج وأخذنا البيوين وكرياتنين وليوني سبيسيفيك جرافتي وأخذنا دول التلات حاجات دولة هو المست لازم التلات دولة مع بعض وما تكلمناش على الSDMA وما تكلمناش على الكني تاستنج هنتكلم عليهم إن شاء الله أما نيجي نتكلم على أمراض الكلة وهنتكلم عليهم برضو يعني إن نيجي نتكلم مثلا على البيوين وحنتكلم بعد كده فهتيجي معنا بالتفصيل طيب النهاردة إن شاء الله سنتكلم على البيوين اللي هو البيو Efendiات الموجودة في الدم البيوين الموجودة في الدم البيوين الموجود في الدم لوظيف كتيرة من ضمن الحاجات المهمة جدا فيها ان هو بيمانتين البلود بريشر والانكواتيك بريشر يعني لزوجة الدم بتعتمد على البروتين اللي في الدم وبالتالي ضغط الدم بيعتمد برضو على البروتين اللي في الدم المناعة الكلوتين النيتريشن الانزائم الهرمون الانتيباديز الحاجات دي كلها بتكون مكوانة من بروتينات تمام فدي من ضمن البروتينيات اللي احنا بنلاقيها في الدم في حاجة اسمها الأكيوت فيز بروتيين ودي البروتينات اللي بتعلق في حالة الاضهاب او الانفكشن ودي حاجات زي الانتيباديز والاميونو جلوبيل والحاجات دي كلها بتزيد مش هنتكلم عليها دوقتي بالتفصيل ولكن احنا نبقى عارفين ان هي موجودة البروتينات دي بتبقى قليلة عند الولادة بتزيد اثناء النمو عشان توصل للاستدي بتاعها عند الستة الاثناشر شهر بتزيد وتقل اثناء الحمل حاجات معينة بتزيد فيها مع الحيوان بيكبر زي مثلا عشان كده في المعامل المختصة البيطارية او المكان البيطاري بيسألك على عمر الحيوان عشان بناء عمر الحيوان بيديك ريفرنس رينج مختلفة شوية تمام؟ اللي احنا عايزين نعرفه في البلازما بروتين بصفة عامة ان لو بروتين اهل من اربعة انت محتاج تديله او محتاج تديله سواء تديله سواء تديله كولويد زي الهيتا ستورش او البينتا ستورش او البينتا سبام اسموها او حاجة زي البيومن سواء كان هومن او البيومن الهومن بس سعب بيعمل عشان تمانتين الانكاتيك تمام؟ فلو حضرتك هتعمل تخزير الحيوان عشان تاخد بيابسيز بسا منه او كده والتوطل بروتين بتاعه اقل من اربعة ده لازم تديله الاول سبورت قبل ما تخضروه فلازم تديله سواء بقى بلازما سواء البيومن بلاد شانسفوشن هو انيميك ومحتاج الاتنين بصفة عامة الحيوان ده تحيوز سبورت عشان اما تخضروه يكون عنده عشان اما تيجي تفتح ما تلاقيش الدنيا اوزين كده والدنيا عمالها بتطلع فلويد من كل حتة تمام؟ لو الحيوان ده عنده هايبو البيومنيميا البيومن بتاعه واطي وعمال بيليك فلويد في بطنه حتلاقي في الرنج ده فممكن غالبا تلاقي نتيجة الهايبو البيومنيميا طبعا البيومنيميا لو سحبته هيحصل الحيوان البيومنيميا انت بتسحبه عشان تقب منه عين عشان تحليلها اوه بس مجرد وعرفنا ان الهايبو البيومنيميا نتيجة البيومن او ما بتعالجه يوميا 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 بكتير بتبدأ الفيويد بيحصل الابزوربشن ساعات بردو الافيوجن في الابدومن بيكون نتيجة حاجة زي الفاسكيلايتس ان هي البيومنيميميا يبقى واطي 1.6 1.7 مش الهو الواطي اللي احنا عايزين عشان نشوف الافيوجن ولكن واطي نوعا ما نتيجة الفاسكيلايتس وفي الحالة ممكن نلاقي ان الافيوجن في البطن نتيجة الفاسكيلايتس على حير اي البيومن بس في الوقت ده وفي الحالة دي بتلاقي الجلوبيلين برضو ساعات كشير بتلاقي الجلوبيلين برضو واطي فبالتالي بتلاقي الالبيوم جلوبيلين ريشيو بتكون نورمال ريشيو مش راشن طيب هنتكلم عن البلازما بروتين وإحنا بنبص عليها ازاي حضرتك ما بتاخد عيني الدم حاجة من اتنين او الموست قامل بي حاجة من اتنين يأمن بتحطها زي الأنبوبة اللي عليمين كده بيسموها تايجر تاب تيوب التايجر تاب تيوب دي اللي هي هنا من فوق احمر في اسويت كده او نوع اداتف تيوب وماشي دولة دولة الانواع بتاع تيوب دي بيبقى اما فيها مادة المادة دي بتفصل بيسموها سيروم سيبراتور او كلات اكتيفيتور تمام المادة دي بتفصل لك الكلات عن عن السيروم تمام مجرد ان حضرتك حطيتها هنا وحصلت تغلط وعملت لها سبينينج بقت دي كتلة واحدة تحت وبقى عندك اللي فوق داوة السيروم تمام او ان حضرتك بتحطها في انبوبة بنفسيجي كده من فوق وبتخليها زي الانبوبة دي مثلا كده تمام الانبوبة دي فيها مانعة للتغلط فهي شكلها كده بس عشان هي الكرات بتاعها هبط تحت لو حضرتك مساكت الانبوبة دي وحركتها كده يمين وشمال هتلاقيه رجع الدم تاني عادي جدا الدم حصل له ميكسينج عادي وبقى شبه الدم عادي جدا تمام طيب الحبة اللي بيزوده هنا بدون تغلط حنسميهم بلازمة الحبة اللي تغلطه وطلع منهم فوق هنا حنسميهم سيروم تمام فإذا لو حصل جلطة تغلط وحضرتك فصلت الدم اللي فوق حنسميه سيروم لو ما حصلش وترسب بس حنسميه بلازمة طب ايه الفرق بين دا وبين دا دا حصل جلطة ودا ما حصلش جلطة اللي حصل تغلطة او جلطة هنا هوت ده النوع اللي اتكلمنا عليه اللي هو Fibronogen استخدم في تكوين الجلطة فبالتالي السائل المتبقي هنا اللي هو السيروم متكون من Albumin وGlobulin بس بينما السائل الموجود هنا اللي هو بتاع البلازمة متكون من Albumin وGlobulin وFibronogen لان ما حصلش كلات في الانبوبة ديت فبالتالي اللي موجود عندي هنا بلازمة موجود فيها التلاتة دولة تمام? المحاضرة هي ان شاء الله هتكون متواجدة اه على الفيسبوك بتاعتنا. هتكون متواجدة موجودة بحيث لو حضراتكم عايزين تطبعوها وتشوفوها اثناء الشرح هتبقى قافية ان شاء الله زي ما حضركم طلبتم. تمام? طيب. اه يبقى احنا اتفقنا ان السيرم بيتشال منه ايه? الفيبرونجين. اوكي? فمعنى كده ان الريفراكتوميتر اللي احنا كلمنا عليه قلنا يبقى عندنا الريفراكتوميتر في الهيادة. الريفراكتوميتر وحنا بنبص هنا كده احنا قلنا عن احيى اللي في النص هنا بيقول لك الويت هنا. فلو نبصينا على الخط ده مش عارف حتى اواضحة كده ولا لا ممكن نحاولها نكبرها شباية. اوكي نحطها هنا كده ونكبرها. الخط اللي في النص ده زيرو تو فور سكس ايت كده. فاللاين هنا جاي هنا. اللي هو بين الازرق وبين الابيض. فلو بصيت على الرقم ده مقابل الخامسة. فلو العين اللي اضطتها في الريفراكتوميتر دي. حاجة بقيس البروتين. فالبروتين هنا خمسة. تمام? اه لو انا بقيس الـ specific gravity than three sex. حسب السائل اللي انت حط. specific gravity علمين. وتوتل البروتين في النص. تمام? طيب. توتل البروتين هايير من بلازما زان سيروم لم يبقى? لان انا وانا بحط هنا البلازما اكيد توتل البروتين هنا عبارة عن البيوم او جلوبيلين وفيرونجين. هنا عبارة عن البيوم او جلوبيلين بس سواء انا ببسيت عليها في الرفركتوميتر او لا. ولكن معظم الوقت احنا بنبص على الرفركتوميتر بنبصين على ايه? على اه بلازما. فبالتالي ممكن يبقى ده اعلى. لكن لو حطيت سيروم هيبقى اوطو. تمام? برضو حسب ما كانت تحليل الدم. لو ما كانت تحليل الدم بتقرى لك سيروم او بتقرى لك بلازما. تمام? فبدأنا عليه هتحدد لك نوع البروتين الموجود. طيب. هنتكلم على المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت بتعمل البروتين. اول حاجة انت مثلا هيموليسيز. الهيموليسيز دوت. هيزود لك شوية توتل بروتين. زي مثلا العينة دي. العينة دي ممكن حصل لها هيموليسيز. الكرات نفسها قصرت. فطبيعي البروتين هيعلى شوية. زي في مثلا بيو اين عالي او او الجلوكوزة عالي. الحاجات دي سعب تزود. بس حاجة مصير تقاوي تكادل تذكر. تمام? فمش مش قوي يعني. اوكي? اللايبيميا بتطلع كده مدهننة. خالص. الدنيا مدهننة خالص. زي بتشوفها كتير في كابلشناوزرز. كابلشناوزرز عندهم فاميليال. فاميليال. اه تنتيجة الفاميلي يعني. الليبت بتاعته عالي. تمام? فبتبقى طالعة مدهننة كده. ده لها ساعات بعدها ما تعملها تحطها في الفريزر وبتلاحها تاني وتعملها تاني وتشيلها من الانبوبة دي. يعني تشيلها بكتريكات كده بتتعامل يعني ايه في المعمل بحيس ان انت تحاول تفصل الايروم البدايتها. اه 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 في حالات الاكتريك لو 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 الحيوان عنده اكتريك ممكن زي كده ممكن بشوفات هاء قوي انا بحاولها اقرى التوتل بروتين. دي يعني احاجات بسيطة اه 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 او او اوو مشاكل ممكن تقابلنا كلاب ارور اثناء اyczنا بنقيسة التوتل بروتين. طيب عايزين نحط في ادماغنا حاجة كده ونحفظها احنا اتفقنا ان الابيومين اكبر اتنين بروتين في الدم اللي هو الابيومين وغلوبيلين والفibrونجين بيضع في الكلط فاحنا فاضل عندي الابيومين وغلوبيلين فما كان التحليل يعمله ايه قاله احنا لو قيسنا الابيومين بس وطرحنا دم ده سيبقى عندنا من؟ الابيومين فبذل ما بيقيس الابيومين والابيومين والتوتال بروتين هو بإيس 2 بس ويطرح واحدة من الثانية ويديك نسبة نسبة بتبقى بتكون بتكون مشايفة كتبت هنا أو قدم شوي ام اوكي طيب فتاني التوتال بروتين أو التوتال سيرم بروتين اتفقنا السيرم في حكتين بس في قلب يومن وفي جلوبيلين فانا لو قلت التوتال بروتين وذا ييجب اسه سهل نسبيا وستلقى البيومين وده برضو اياسه سهل نسبيا فمفيش داعي نقيس الجلوبيون فمعظم الماكن لو حطبك حبوس على الكارتلج هتلاقي مكتوب ستار كده جنبي واكتب لك تحت عند الجلوبيون حوالك اكم سيفنتين او ده فيها سبعتاشر حاجة ده فيها خمستاشر حاجة ده فيها مش عارف كم حاجة هتلاقي جنب الجلوبيون حطيت لك نجمة صغيرة كده وجنب النجمة دي وقال لك كالكيليتد فاليو يعني مش ميجرد فاليو لان ممكن بقى نسبة الخطأ فيها مش زي الميجرد فاليو يعني تمام الميجرد فاليو دي اكشوال فاليو تمام بس معظم الوقت بتبقى او اكيوريت فاليو يعني تمام بس ديتلو حاكت عارفة ان هي كالكيليتد طيب خلينا بس نفكر في حاجتين بتاعها عند الوقت نحن نتكلم ايه في التوتال بروتيين بتاع الدام يا البيومين ماشي البيومين يا جلوبيولين شو تعملت ايه في الجلوبيولين حاجة كده كبيرة الله يبقى كدا الله لان هو كبير والقلوب концغير نفتكر هكذا الكبير والقيومين زغير طيب قول كلام ده ليه بقول الكلام ده لانما اتكلمنا المرة اللى فاتت فى محاضرة الكلة وحطينا المصفة وقولنا الكلة زي المصفة المفروض ما تعديش البروتينز خالص من ضمن وظائفها انها ما تعديش البروتين طب لو المصفة دي تخرمت او تخرمت هتعدي الالبيومن الزغير هو مفروض ما يعديش اصلا ولا الجلوبيولن الكبير الطبيعي هتعدي الالبيومن الزغير ومش مفروض تعديه اصلا بس ممكن يعدي منه خلاص لكن الجلوبيولن سعب او يعدي تمام فبالتالي فبالتالي عشان انا افتكرها وما ما انسهاش. ما الذي يمكن يعدى من الكلة? الملأ. يعدى من الكلة؟ لا. طيب لكن ال viel improvement vectors lightning customers. يع refugee away from työ. يعني ان هو اللي خرام بدعيتها كبيرة. مثلا يعني لو افترضنا انا توضع اذا هتقبل فهتعدي الملأة الجلوبين. طب لو هي بتعدي التعدي؟ اكيد لان هو الكريمين اصغر. تمام؟ فبالتالي لو traditionally فقد في الالبيومن بس هشك في الكلة. لو عندي فقد في الالبيومن وفي الجلوبيلن هشك فين في الانتستن. تمام? لذلك فيه ترمين كبار جدا من استخدامهم. بنقوله PLN و PLE. protein losing nephropathy و protein losing enteropathy. يعني باختصار شديد هو يعني ايه فانسي نيم. protein losing nephropathy يعني البروتين بيضيع عن طريق الكلة. protein losing enteropathy. يبقى بروتين بيضيع عن طريق الامعاء. اوكي? يبقى PLN و PLE. افرق ازاي بين PLN و PLE. PLN عن طريق الكيدني. فبالتالي الالبيومن الزغير. اللي عن طريق الانتستن. هايبقى الالبيومن والغلوبيلن. اللي اتنين هايضيعون. تمام? ده يفيدنا بعد كده ما نحاول نعرف هو البروتين بيضيع من ايه من الكلة ولا من الانتستن. ولا ما بيصد نعش ولا ما بيصد نعش ولا لا بيصد نعش ولا بيصد نعش ولا بيصد نعش ولا بيصد نعش. طيب. يبقى البيومن is a small in size. may get lost through kidneys and intestine. واقلنا PLN و PLE. غلوبيلن does not get lost through kidneys. may get lost through intestine. فبروتين losing a enteropathy. تمام? اه لو الالبيومن low. خلاص دي حتى برضو مهمة. لو الالبيومن لقينا واضي. فبنبقى ساعة جلوبيلن. وعلى الكوليسترول. لو لقينا الجلوبيلن والكوليسترول طبيعيين او حتى الكوليسترول ساعد بيبقى عالي. لكن الجلوبيلن طبيعي. فحقول لا يبقى هي ايه? يبقى هي مش انتستن لان الانتستن المفروض الاتنين ينزلو. طب لو لو لقيت الجلوبيلن والكوليسترول الاتنين وليلين مع القلبيومن قليل. لقى يبقى هي غالبا الانتستن. طبعا دي general rules في عوامل تانية كتير بتتكلم في الموضوع ده. بسيحنا نبقى ايه? نبقى متخيلين الموضوع دوت. في حاجة اسمها نيفراتيك سندروم. دي بيكون الجلوبيلن نورمل. والالبيومن واضي. ده زي ايه? protein losing آآ آآ وبتلاقي الكوليسترول العالي بيبقى على ايه نيفراتيك سندروم وحنا نتكلم عليها في وقتها ان شاء الله. اكي? آآ طيب. الالبيومن. حنا نتكلم بغاية على الالبيومن. حنا اتفقنا الالبيومن. هناخد الالبيومن كاول واحد. الالبيومن هو بيمثل حوالي نص البلازما بروتين. من التلت للنص. يعني من خمسة وتلتين في المية. لخمسين في المية من البلازما بروتين بتاع الكلاب والقطط. متكون من ايه? من البيومن. آآ فيا النص يقلم النص شوية من التلتة للنص. وهو عشان هو حجمه صغير فهو بيكون مسؤول عن الانكاتيك بريشر حوالي سبعين لتمانين في المية. من الانكاتيك بريشر اللي هو آآ آآ لو قلنا لزوجة الدم مثلا بتكون آآ آآ مسؤولة من الالبيومن. الالبيومن بيتصنع في الكبد لو نفتكر يا ربكم شناسيين محاضرة الكبد الاولى والتانية. لا المحاضرة التانية اللي تكلمنا فيها على الليفر فانكشن. لا المحاضرة الاولى تقريبا. وقلنا ان لو الكبد فقت سبعين في المية من الهباتو سايتس. آآ بنبدأ نشوف الليفر فانكشن بروبلم. وما بنشوف الليفر فانكشن بروبلم ممكن نشوف الايه اللي هو البيومن. تمام? وقلنا ان الهاف لايف بتاعته طويلة تمنة ايام في الكلاب. فلذلك مش الليفر حاجة لو حصل الليفر فالير النهاردة مش هلقي البيومن نزل بكرة. هلقي البيومن نزل كمان فاطرة لان هو الهاف لايف بتاعته تمنة ايام. قلنا الهاف لايف بتاعتها قليلة. آآ آآ فحنلاقيها ايه? هنلاقيها آآ ممكن تنزل معنا بسرعة. اوكي? وتكلمنا في آآ في المحاضرة قبل القبل اللي فات التالي. تمام? طيب. آآ آآ قلنا ان ايه? اتكلمنا عليها. وقلنا حاجة برضو مهمة جدا على البيومن ايه هي? ان البيومن احنا اتفادنا هو بتصنعه في الكبد. وآآ لازم يبقى عندنا سبعين في المية عشان آآ 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 الليفر يفقد الفانكشن بتاعته من ضمنها تصنيع البروتين. سبعين في المية. وآآ حاجة مهمة جدا انه هو بيترانسبورت المكونات كتيرة من الدم. البيومن بيساعد كفيكل لها. كحاجة ناقلة لها آآ زي الكالسيوم. تمام? آآ ودي مهمة جدا. فأي مرة نلاقي الكالسيوم بتاعنا واطي. الكالسيوم واطي. آآ آآ لازم نبص على البيومن. أقلق جدا لو البيومن كان طبيعي والكالسيوم واطي. لكن لو البيومن واطي الطبيعي بيقلل مع الكالسيوم. وزمان كانوا بيعملوا حاجة اسمها كوريكشن أوف كالسيوم. لها معادلة كده بتتعمل بنجيب رخم الكالسيوم وبنقسم وبنجمع ونزيد ثلاثة ونصف. كان لها كذا كالكليشن عشان نشوف كالسيوم نمبر. فلو انت الرقم عندك بتاع الكالسيوم واطي. والالبيومن واطي لازم تعمل كوريكشن للرقم ده عشان تشوف هل فعلا الكالسيوم واطي ولا لأ. ولكن النهاردة احنا بنعمل الايونيز كالسيوم. والايونيز كالسيوم ده هو اللي بيقول لك ايه فعلا هل انت عندك هايبوكالسيميا ولا لأ. هنتكلم عليها من يجي نتكلم على الكالسيوم والبيتي ايش والناس دي كلها. تمام? طيب. اه الالبيومن طبعا هو معظم البروتينات بتتصنع في الكبد. سواء كالالبيومن او جروبيل. تمام? اه انت عندك مصنع بيصنع حاجتين. طب حصل عندك مشكلة اللي هي مسلا اكيوت فمحتاج يدي اكيوت فيز بروتينات. اللي هي البروتينات بتطلع في حيات الانفلاميشن وحيات الانفكشن ولا لازم منه. تمام? فحصل انفكشن او حصل انفلاميشن. فبالتالي الكبد عايز يطلع على الاكيوت فيز بروتينات ديت. فحيخلي حيوقف او حيبطق تصنيع الالبيومن شوية. تمام? زي الوقتي مثلا اه اه في جيش. فالجيش ده المفروض بينتج اه اه معدات عسكرية عشان في حرب فبيزود اه انتاج المعادات العسكرية وبيخلي المعادات غير العسكرية اه على جنب شوية. بالزبط. ده اللي بيحصل في اه 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 حالات الاكيوت فيز اه ريسبوانس. تمام? فاللي بيحصل كده انه عايزين نحارب العدوة فبالتالي بتزيد تصنيع الاكيوت فيز على حساب الايه الالبيومن. فممكن لها البيومن قليل في حالات الايه الانفكشن كرسبوانس يعني. طيب الجلوبيلين. الجلوبيلين زي ما اتنفقنا ان معظم البروتيينز بتتنع في الليفر. الجلوبيلين اه برضو معظمها بتتنع في الليفر. عشان نبقى عارفين فيه الفا وبيتا وجاما. انا كتبتهم هنا بالانجليزي لان ما عرفتش احطهم بالهو اللي بتكتب بالحروف اللاتيني. ما عرفتش اكتبهم فكتبهم الفا وبيتا وجاما. اه مش هنتكلم عليهم بس عايزكم بس تبقى عارفين ان في حاجة اسمها جلوبيلين الكتروفوريسيز. كنت تقول لنا زمان في الجامعة. تاخد انت جلوبيلين. تبعطوا المعمل يقول لك هو قد ايه منه الفا وقد ايه بيتا وقد ايه مش عارف ايه. لايه علاقة بقى بتقدر تقول لي ده تيومر ولا ولا ايه بالزبط. لو انت مش عارف هو البيومن عالي ليه. فبتبعت تعمل برضو تماما. واحنا قلنا هنا بتاع البيومن بنعمله ازاي? اهوة بنجيب السيرم بروتين زي المعادلة قدامنا اهوة تقولنا السيرم بروتين بيتكامل البيومن الجلوبيلين. فبالتالي لو عرفنا رقم السيرم بروتين. وعرفنا رقم الجلوبيلين طرحنا ده من ده. هيدينا بتاعت الجلوبيلين. تمام? اه اه ايه اللي بيزود الجلوبيلين? طيب. احنا هقول كلمتين لازم يتحفظوا عشان ما ينفعش اي حد من اللي بيتابع معنا. اسأله. يقول لي الجلوبيلين عالي. واقول له ليه? يقول لي ما عرفش. لا. الجلوبيلين عالي حكتين. اول ما اقول جلوبيلين عالي لازم بالدماغنا على طول كده زي ما حد يقول لك اسمي اي او لو اسمي محمد. جلوبيلين عالي اقول له FIP. طب جلوبيلين عالي يقول له كانسر. الحكتين دولة لازم على طول في دماغي. جلوبيلين عالي FIP او كانسر. دولة لازم يتحافظوا. كده تكون بالاصفر عشان نحفظهم. اوكي? جلوبيلين عالي زي واحد يقول لك اسمك ايه? FIP ولا كانسر. ده اللي هو تجي في بارة على طول. ندور بقى على حاجات تانية او ممكن فيه ممكن حاجة كثيرة. بس الحاجات اللي بنشوفها كثير. في زيادة الغلوبيلين بالذات في القوطة. تم يجيلك قوطة. لازم عطول تشك كثير في FIP اللي احنا حطينا الصورة بتاعتنا هنا. تمام? او طبعا تيومر. لازم تيومر يجي في بيلك برضو. جلوبيلين عالي. تفكر في تيومر. اوكي? اه 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 طيب. القطة ديت. قطة شايفين بطنها كده منفوقة على الاخر. والدكتور هنا عمل بيسحب لها اه بباتر فلاي. واعمال بيسحب اللي طالع عامل زي العسل. عسل النحل كده. اه 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 يمكن انا اعترضي وحيد على الصورة دي انه هو كده مفهرة تحت شوي عشان جواث جرافتي وسيل بطنك اتوضح منها مليانة. يتعمل لها اكس ري حتلاقي المنظر عامل زي كده. يتعمل لها هتلاقي المنظر زي كده. ده نوات ايكوجينيك فلويد. يطلع السائل عامل زي العسل كده وحتلاقي التوتر بروتين بتاوي عالي جدا. ممكن تلاقي اربعة خمسة. دايما بيقى بروتين ده عالي. عشان كده ساعات كثيرة ما لقيت دي عاملة زي العسل كده بروتين عالي. عطول بفكر في الايه في الاف اي بي. دخلت العمليات. اه مش متذكر بصراحة هي كانت الصور زي بتبعتلي يعني. بس كان المنظر بالشكل دوت. ده منظر اثناء العملية. تمام? كل هو الدنيا كلها دي الدنيا كلها بيضة. عشان كده سموها تمام? في حاجة ديها طلعت موجودة في دول الخليج. اه بس طبعا مش 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 موجودة في امريكا او في كندا. اه حاجة اسمها جي اس. اه في دكاتر كتير من الزمن الافواد اللي بيستخدموها في في الخليج. بيشكروا فيها جدا. هي غالية. انا بصراحة ما استخدمتهاش. وحخافة استخدامها لان حاجة مش هتحطك في لابلتي كبيرة. ولكن لو الانر فاهم وانت فاهم والدنيا فاهمة. فيعني ايه ممكن ان الناس يستخدموها بيحلفوا بالنتاج بتاعتها. تمام? اه 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 ان الاف اي بي ما لهاش حاجة يعني يعني يحالك بيها. اه اه الدنيا بايزة هي في خراص واي نات يعني. تمام? طيب. هنتكلم على ايه اللي بي 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 زود او بيقلل الالبيومن او البيومن بتقل. فهنتكلم على ثلاث حاجات اللي بي خلق البيومن تقل. اول حاجة مفيش انتاج للابيومن. زي ما اتفقنا اي حاجة ولا يله في الدم. يعني ما فيش انتاج يا فيه تصريف زيادة. يعني ما فيش انتاج كافي يا فيه تصريف زيادة. بابش انتاج كافي يعني ايه زي عنده مثلا عنده en vernicity. اتفقنا سبعين فالماية من lever. فمفيش مش هيطلع الكفاية. او ان يكون ما بيأكلش عنده طبعا لازم يكون حما بيأكلش فترة طويلة جدا قبل ما الالبيومين ينزل طويلة طويلة يعني فترة طويلة جدا او يكون عنده هو بيأكل بس ما فيش امتصاص او يكون عنده اي بي اي معلش انا كتب بالاختصار اللي هي اه اكسوكراين بانكرياتيك انسوفيشنسي في اه البانكرياس اه اه خامل خمول البانكرياس تمام وهناكلم عنها طمعا بالتفصيل اي بي اي كلاب الجيرمان شيبرد احناكلم عنها بالتفصيل الفزعيتها ان شاء الله اكي طيب اذا ما اتفقنا اي حاجة بتقل فما فيش انتاج فعما انا بفكر البيومين الوقتي ليه لازم افكر في الايه في الخط ده كده مالابزوربشن او اي بي اي اي او اي او مالنيوتريشن بصفه عاما اه في فقد الزيادة عن اللزوم اه زي الكيدنيز هو بيجو ثرو الكيدنيز زي ما قلنا في الحالة دي احنا فيه اختبار بنعمله اسمه يورين بروتين كرياتنين ريشو او يو بي سي اللي كتبته انه هو دوت يو بي سي يورين بروتين كرياتنين ريشو ده بيقول لنا اذا كان عندنا اه 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 بنشوف اذا كان عندنا او لأ وكلمنا عن نفراتيك سيندروم نكلمنا عليها برضو فهي lost through the kidney او lost through the انتستان تمام هنسميها بي ال اي بروتين لوزين انترابوثي اه البروتين لوزين انترابوثي ده اه في حالات زي انفرماتوري powell disez مثلا فحالات زي الليمفانجيكتيجيا يريك كلبزونطوت كده يوركي كده وعنده اه 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 ابدومان اه اه والدنيا كلها تمام وهو تحليل الدم يعني مفيش غير بس اله البيومن بتاعه واطي اه او التوتهفي بروتين بتاعه بصفة او مواطي وتعملوا التفصيل في وقتها نشو الله عشان برضو مش بنكناع التفصيل خليني سجيست انه ممكن عنده او نخش نخده بيابسيس بس لازم نرفع البروتين يبقى قولنا الثالث اللذي ممكن يحصل عن طريق الاسكن ازاي عن طريق الاسكن حصل لقدر الله حرق او حصل البيوديرما يقول علي هاتسبات اي اي مرض جلدي بيعمل كده يعني ساعة امراض جلدية من لايك الجلد عمال بيعمل للسوائل البرة زي وزي الحرق فبالتالي احنا بنفقد ده ممكن لنا في الدم حاجات تانية زي قلنا انتهاب الاوريدة نفسها دي برضو بتدينا هايبوالبيومينيميا بلاد لوس هتدينا هايبوالبيومينيميا بس غالبا هتلاقي الاتنين مع بعض لان انت عمال بلاد لوس هيتلوز الالبيوميو من الغلوبيومين زيها زي ايه زي البروتين لوزين انترابوثي بالزبط دي هتلاقي الاتنين بيسقطوا مننا او بقى ممكن كرونيك او اكيوت انفرماتوري ديزيز ده برضو ممكن تقلينا التوتر البروتين يبقى قولنا اول حاجة تانية حاجة تانية حاجة تالت حاجة شيفتين قولنا زي المصنع بيضطر يصنع الادوات اللي هيحارب فيها العدوة بدل ما بيصنع الحاجات التانية اكيوت فيز بروتين اه كرسبون او انفرماتوري تمام طيب الهايبرالبيومينيميا هايبرالبيومينيميا ان الالبيومين بيبقى عالي زيادة عن الطبيعي دي مش كامن لوحدها يعني دايم ان البيومين حتلاقي معاك الالبيومين العالي حتلاقي معنا كده ان التوتر البروتين عالي جي فحالات ال اه ال ال دي في حالات ان في جفاف او في حالات الهيمو كونسنترنشن ممكن تلاقي الايه PRESIDENT عليه وكلمنا عليها في محاضرة التوتر البروتين والPCV اللي هي هي المحاضرة الرابعة مساءة وخمسة طيب. البعض. البعض الابيومن جلوبيلين ريشو. لو نفتكر احنا قلنا مين عالي ومين واطي لازم نبص على الريشو دايما. ممكن حضرتك تعملها فما عمل بس كرقم. لازم حضرتك تعمل ريشو. في اتنين ريشو لازم تعملهم في اي تحليل دم. الابيومن جلوبيلين الاتيو لازم تعملها و لازم تعمل صوديم بتاسيوم راتيو لابد المعمل مش حدها لك لازم أنت تعملها على الكالكوليشن تمام البلد من جلوبيلن حنقول ليه الوقت والصوديم بتاسيوم عشان في حالات الدازينز ديزيز حالة الاداسينز ديزيز ممكن تتكلم على أفل منيجي تكلم على الالكتروليت وما عملتش الاتيو ممكن تقول لك ده عنده كدني فلير ويتعلقوا أنه كدني فلير وهو في الحقيقة يمكن عنده ويموت منك تمام طيب أعرف أن نحب حifs عن 0.6 إلى 1.1 بس ده تقريباً العريج اللي سوف نحب ترى صحيح يعني يعني يجيب رقم попробuna ويقوم�� جلوبيولون ده تعيش بطبيقاتطة واجه بطبيقاتطة و process gdy هي قبل كام لو ناتج sekè في ابن المال، نارم القبل هنا اكثر هذا ايها Shane مثل المريحين مقارنة بالغلوبيلين أو أن يكون الغلوبيلين عالي مقارنة بالألبيومين فلو الألبيومين أو هاي غلوبيلين سيقوم بتغيير هذا أنا دائما أبقى أوريد عن الراتيو دي لو هي أليلة لو هي عالية يعني مش بيك كونسرن لكن لو هي أليلة دوت المين كونسرن فقلنا إيه الأبنرمال change أبنرمال AG ratio قلنا مقارنة قلنا دي مش مشكلة بتحصل ساعات أنا كتبت هنا هورسيز أنا مش بتاع هورسيز بس الفكرة كأنه زمان بيقولنا لو فالفاليير بحاسف ترانسفر تقريبا الفول لسه مولود وما أخدش الكولوسترم بدأ بعمله ترانسفيوجن فوقتها بلازما لهو ما أخدش الكولوسترم بتاعه الوقت معاين مش فاكر بقى كلام ده مزيد طيب فحنتكلم على decreased ratio جير مشكلة decreased ratio فقلنا decreased ratio يا أما decreased albumin أي حاجة بتقلل albumin بس تمام زي protein losing a nephropathy ففي الحالة دي لو protein losing nephropathy total protein كمان سيكون واضي تمام لأنه هو ما فيش حاجة زادة هي ratio of ratio of عشان البوم من L فطالما البوم من L وده مكون تقريبا نص الدم نص بروتينات الدم من تلتر النص فأكيد total protein A هي L فدي حاجة هتعمل لك offset the ratio ratio بتاعك هتبقى off أو أن globulin سيزيد واتفقنا أي مرة تسمع globulin زايد هي اسمك ايه بالظبط FIP cancer دول أول ثانين يكون في دماغي until proven otherwise فلو globulin زاد ففي الحالة دي حابد أفكر ان دوت ممكن يبقى antigen stimulation cancer FIP حاجة دي كلها طب أقول لك يقول لك كلام ده لأنه ممكن يكون albumin normal globulin normal كفاليو بس albumin low normal globulin high normal أما يضع حالية ratio تمام حالية albumin أقل حاجة في النورمال وغلوبيلين أعلى حاجة في النورمال لكن ratio زيه زيه بالظبط الادسنز 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 اللي هو hypo 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 adrenocortis الادسنز تبقى عالي والسوديم فممكن هذا يبقى طبيعي بس high normal وده طبيعي بس نورمال او ما تعمل ريشو تلاقي off تمام حسنا 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 تكلمنا الآن على abnormal ag ratio albumin groping ratio هي ممكن تبقى normal ag ratio وعندي مشكلة او مثل ايه بالظبط normal ag ratio في حالات hypo proteinemia البروتين واطي بس البروتين واطي بس البروتين طبيعية مثل ايه زي حصل over hydration جاءت انا البروتين البروتين واطي طبيعية over hydration حضرتك اديت الحيوان بس اديته جرعة زيادة عن هو محتاجه ماشي فبالتالي حصل تخفيف للدم اما حصل تخفيف للدم هيخفف الاثنين هيخفف الالبيون هيخفف الالبيون في نفس الوقت تمام او حصل فبالتالي plasma loss فما حصل فالاثنين ضاعهم في نفس الوقت الاثنين ضاعوا بنفس النسبة في الاثنين هتبقى طبيعية burn الدين نفس الكلام النفس الكلام المتطوق نفس الكلام الدين تمام تغير النسبة دكت نفس الكلام nasal النفس الكلام والاثنين بيضيعون بنفس النسبة لنتظ 97 حالات الهايبربروتينيميا حالات الهايبربروتينيميا البروتين بيبقى عالي والأسير ريشو نورمال دي في حالات الديهايدريشن أو الهيمو كونسنتراتيشن حالات الديهايدريشن أو الهيمو كونسنتراتيشن حنلاقي فيها الـ total protein عالي ولكن الريشو زي ما هي مختلفة شيء تمام كده يبقى احنا اتكلمنا على البيومين وغلوبيلين والفابرونجين وعرفنا الفرق بينهم وعرفنا بين اسهم ازاي وعرفنا اهميتهم ياريت في اي نرجع بقى الجزء اللي تكلمنا عليه اللي هو بتاع الكيدني عشان ما تكلمناش احنا على محاضرات المحاضرات الجيدة ما تكلمناش على بس هنا هو من الحاجات اللي مبص عليها في المرات اللي جاية ان شاء الله حنكمل حاجة من اتنين حنكمل على الجلوكوز والانسولين هحاول اتكلم على اتنين مع بعض بدل ما اخذ الجلوكوز الوحده هاخد الجلوكوز والانسولين مع بعض كباكيج كده او هناخد مثلا حاجة زي الكالسيوم وال مع بعض كباكيج حسب التسهيل وبالتوفيق ان شاء الله لكثرة المجموعات بسرعة كده اللي تكلمنا عليهم مجموعات المجموعات دي هي مجموعات زميلنا عاملينها متطوعين حوالي اربعتاشر اخمشر دكتور متطوعين مشكورين جمعهم معنا عشان يعملوا المجموعات ديت المجموعات دي بخصوص شديد هو هنجمع بعض والناس اللي بتذكر او بتذكر او نحط مع بعض والناس اللي نجحت هتقول تجربتها فالناس اللي هما نجحوا مثلا في بقوا كل واحد حيقول تجربته وذكر ازاي امتحن ازاي او طريقة الامتحان طريقة السؤال او ذكر منين الحاجات دي كلها ان شاء الله هتفيدي تقدم ازاي الورق المطلوب الحاجات دي كلها هنحطها مع بعض ان شاء الله احنا حاليا في مرحلة ان احنا كنا بندور على ممكن احتاج كمان او لو فيه ناس متطوعين عندهم وقت وعندهم دور ان شاء الله حيساعدونا كادمينز بس ان يبقى عنده وقت وعنده كمبيوتر او ومحتاجين الناس ككونسلتنت ان هو الناس يساعدوا بقى الناس يشعروا لهم وما ذكروا ازاي وكده اللي هو الناس اللي عدوا في المراحل ديت ان شاء الله بإذن الله وانا كريمت عمدوا عدوا بالتفصيل في فيديوهات تانية وفي زمالنا برضو ربنا يكرمهم يعني عمليين انشاغالين في الكواليس شغل كبير جدا عشان جهزوا مجموعات دي المجموعات دي على وقت كنت تبقى جاهزة ان شاء الله احنا جاهزة هتنزع على صفح الفيسبوك والمحاضرة دي ان شاء الله هتنزع على الفيسبوك كPVF ان شاء الله عندي امل ان هي بكرة ان شاء الله تكون نزلت وبالتوفيق الى كذا ومتشكرين جدا السلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا